لكن أنا عايز أقول لك أنا في رأيي برضو أنه 23 يوليو كانت انترابشن مقطعة غيرت مصاري التاريخ ولها إيجابيات ولها سلبيات ولكن لو أن مصر مضت في طريقها بسياسات إصلاحية زي اللي كان بيكلم عنها مريض غالي واللي بيكلم عنها إبراهيم شكري واللي بيكلم عنها إصلاح الزراعي كان مطروح قبل الثورة بشدة وعلى فكرة من الذين دفعوا دفعا لقانون الإصلاح الزراعي السفارة الأمريكية في القاهرة ناس كتير مش عارفوا الحكاية دي إزاي أنا عائلية كان أقارب موجودين في البرلمان في ذلك الوقت برلمان سنة خمسين وكان السفير الأمريكي يقول لهم مشروع كانوا يسموه مشروع تنظيم الملكية الزراعية كده الناس هتقول دلوقتي تسمع دلوقتي تقول أنه المشروع اللي قدمه جمال عبد النصر هو في إساسه مشروع أمريكي لا الصورة في حد ذاتها كانت خطوة مباركة جدا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في البداية وكان شهر عصر اثنين وخمسين تلاتة وخمسين اربعة وخمسين استمر سنتين استمر سنتين مجيس جون فورس الدلس واستخف بعبد الناصر وبدأت بقى سياسة حفة الهوية والشد والجذب ومنع امداده بالسلاح المطلوب وبدأ بوادر الانحياز لإسرائيل ثم بقى سحب تمويل مشروع السد العالي تغير عبد الناصر وتغيرت أمريكا لما كان فيه الأول من البداية احتمالات ارتباطات طيبة جدا بين صورة يوليو وبين التعاوليات المتحدة الأمريكية وعلي صبري ما هو كان موفودهم اللي هو رجل يساري اللي عرفناه رجل والتعادي سوفيت بعد كده كان هو موفد مجرس خيادة الصور للمرحق الجوي الأمريكي ليبلغه بمجرة ومين اللي قال للبريطانيين أو أعطوا تحركوا المنطقة القناة وما تدخلوا هما الأمريكان